خلاصت جديدك في هذا الأمر يا أستاذ ديومي طيب بص طبعا متفق مع كل اللي تقل كل الكواليس اللي ضارت تعقيبا بس على جملة واحدة انه واحد هي قناعة كولر الكبيرة جدا جدا طهر محمد طهر جناح ايما مش ايصر قناعته بيه في الجناحي الايما مش ايصر ده المكان اللي لعب فيه طول الوقت مش جناح ايصر اتنين هو مقتنع جدا بحمل عبدالقيدر يعني دول بس نقطتين يثبته مقتنع جدا بحمل ممكن اوضح لك الكلام اللي احنا يقولنا طيب قولي انه طاهر محمد طهر هو الجناح المجبع لكولر يعني اللي هو اللي بالنسبة لي ده خلاص احطه انا مغمض عبدالقيدر يجي ممكن بعديه بس عبدالقيدر حتى وهو موجود عبدالقيدر ممكن يلعب عليه برونوسافيو عادي هو مقتنع بحمد عبدالقيدر طبع بس طاهر هو يعني لما تيجي تقول له حط تشكيل النادي الاهلي اقول جناح يحطه طاهر محمد طهر ويفكر في الباقي فده توضيح بس لكن بيحطه في الجناح اليمين هو كل المباراة طاهر ملايبش غير مبارا واحدة في الجناح الايسر لكن في كل المباراة اعتمد على طهر في الجناح الايسر فده نقطة توضيحية فيما يخص طاهر فيما يخص أحمد عبدالقيدر ايضا ما يعتمد عليه النقطة الاضافية بالنسبة لي كهربا ان جلسة اتنين اتنين فيما يخص لجنة الانضباط هي ليست جلسة نهائية يعني يمكن اصدار قرار ويمكن تأجله عادي جدا يعني في بعض الناس تقولك طب ما احنا النهاردة بنتكلم في ان مباراة الزمالك واحد وعشرين طب ما تستنى الاثنين اتنين وهتلعب دلوقتي ايه وتستفيد ما هتلعب ماتش واحد لا نفسيا ومعنويا مهم جدا لكهربا خاصة ان انا اقولك من التمرين كهربا فت تماما من الناحية البدنية والطبية الفني يظهرنا جزء منه في التمرين لكن ما يظهرش كامل الا في المباراة صح فمهم جدا 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 لكهربا لانه لعب يتأثر جدا في لعبة بتتأثر وفي لعبة هادية جدا كهربا من اللعبة اللي بتتأثر نفسيا فمهم جدا لكهربا انه يشارك حتى لو المباراة واحد عظيم ده رقم واحد رقم اتنين وارد ان كولر يشركه كان فنيا بقى انسى مع العقوبة فنيا وارد ان يشركه بكرة وارد وارد ان يشركه في زمالك وارد وارد ما يشركوش خالص لا سموحة ولا زمالك تاني ما بين قصين عشان الكلام يتخذ كما هو فنيا انسى العقوبة خالص دلوقتي ليه النادي الاهلي النهاردة ما استقر إليه النادي الاهلي وده احنا كنا هنا يا كريم وقلتلك الكلام ده نصا النادي الاهلي لن يتطرك لإشراك كهرباء ولا دخوله أي قائمة مباراة من ثلاث أسابيع ومن ثلاث حلقات قلتلك إلا بعد إرسال اتحاد الكرة خطاب رسمي ليه فرض النادي الاهلي خدوا طولة الكاس جاء أحد الأندية طعنت على مشارك التعالي نادي زمالك ما هو النادي هو اللي في المقابل أو نادي تاني تضرر من مشارك الكهرباء سموحة مثلا سموحة أو يجي بعد كده الاهلي لعب كرامتزو وكهرباء سجل مثلا أو شارك طب أي نادي تضرر ويرفع النادي الاهلي مش طرف بعد قطاب اتحاد الكرة النادي الاهلي يا جماعة لأنه قبل ما ندخل على الهواء في بعض الآراء طلعت أنه لو كهرباء لعب وشارك وطلع القرار التاني بعد كده أو أن الكلام ده كان غلط يتم إصدار عقوبة على النادي الاهلي غير صحيح جملة وتفصيلا ليه؟ المسائلة دايما بتيجي للاتحاد الاهلي المنظم للمسابق يعني إلا بنتكلم على مشاركة خارجية للنادي الاهلي ولا مشاركة محلية كاس ودوري محلية لما بتروح للفيفا في أي قضية بيقولك رجع لاتحادك الاهلي طب إذا كان للتحاد الاهلي نفسه هو اللي بعت الخطاب قصة وانتهية فيما يخص النادي الاهلي يعني إشراك الاهلي لللاعب الاهلي لن يدور لقبل ولا بعد عظيم كهرباء مهم ليه بالنسبة له يشارك ولو مباراة يحصل اللي يحصل اليوم اتنين اتنين لكن مهم بالنسبة له أنه هو يشارك حتى ولو لدقائق يحس أنه هو ما بينقصين استعاد حريته تلك